مرحبا اليوم سوف نتحدث عن الحرب من المسافة الصفر في كل حرب تطلع هايك جملة بيصير كر الحرب غزة طلعت هاي من المسافة الصفر ايه ما كل عمره الحرب من المسافة الصفر زمان كان يضربوا بعضهم بالسكاتي بالبلطاط بالبوكس بالرماح اول شغلي طلعت مسافة بعيدة هي القوس من الشاب السهام يضربوهم بالسهام بعدين طوروه عملوا المنجنيق طلعت السلاح الناري طلعت ناري اول شي مدافع بعدين صارت بواريد بواريد يدكوها ويقوصوا هي طلقة صغيرة ايه ايه بس كان شوي طلقة واحدة بدك تدك وتعزة وكذا معك طلقة واحدة بعدين شو دك تساوي باروزك الكبة صاروا يركبوها براسها شو حربي فالحدود ما قدمنا بالجيش كان يجي مع الروسية حربي ليش مشان السلاح القريب يقولوا كانوا من زمان عياما وتشتبك معها بالسلاح الابيض شو يعني بالسلاح الابيض يعني مسافة صار ميزة الحروب اليوم انه يعني فيها اعلام يعني بفرجوكم الصور يعني دائما مجموعة مجموعة فيها مثلا رامي رشاش فيها مثلا مسعف فيها مثلا قائد مجموعة فيها مقاتل يعني مجموعة عشرة بتعرفوا تسعة بالعقيدة الروسية مهمة فالمجموعة هلأ محطوا ضيط ضافولة واحد شو مصور ليش هايدي تطلعوا فيها لانه صار الحرب على التلفزيونات مشان نحارب نحنا كمان مثل الجمهور اللي عم يشجع فريق كرة قدر مشهد العربي هيك في عيننا الفريق تابعنا بغزة عم يحارب ونحنا عم نشجعه برده حتى نشاركوا ونتحمسوا وحمسوا وكذا بالاخرية فبياخدوا معهم مصور الآن باول الثورة السورية نفس الشي اول شغلة بالثورة السورية كانت انه يوزعوا على السوار والمقاتلين كانت طرعة جديدة الايفون الاول ما كان الآن بكره الايفون بكره التلفون ليش بكره هولا اول حبسة حبسناها بسبب خليو كانوا جايبين عقد الخليوي وفي سرقة ثماني مليار فحكينا عليه حبسونا بالمفردة طلعت ترهانه حموس من شانه المهم طلعنا بالالفين والخمسة رجعنا حبسنا حبسة حبسة اللي بعده طلعنا على السورة على الالفين ويدعاش طلعنا على السورة انا معي تلفون قديم على الشحاطة اول شغلة جابوا لي تلفون وكان طالع الايفون اربعة ايه ايه اربعة او اربعة بعدين اربعة اربعة اس جابوا لي تلفون وقال ليش صور تعمل بتراسل كذا الحرب وين صارت على التلفون وعالاعلام وعالكذا وكان في فيبر نحكي بدون بدون ما ندفع مصاري شغلة كبيرة يعني في صاروا يصوروا يبعتوا مع كل مجموعة يصوروا ويبعتوا الافلام يبعتوا افلام العمليات بعدين صار ضروري تبعت الفيلم مشان يجيك مصاري يعني دول الخليج يعطيهم افلام يعطيهم افلام يعطيهم مصاري انه في كذابين كثير كماشية الامور بالثورة هيك صوت كلها سألانية شو بيقول بشراء حرب فيسبوك مهم ونيف المهم كانت الحرب عندنا كمان اعلامية وهلا الحرب كمان اعلامية بيصورك عمي قاتل بيصورك عمي قاتل بيصورك عمي قدري شو بيصور لك افلامه كثير في عمليات شبابنا وسط قوة وخاصة لواء المهام السري وصق كثير من العمليات اللي اعملها بصورها يعني بخبي الصورة لكي لا يكشف أساليبه وأعماله وأدواته وكثير والآخرية بس تخلص الحرب بطالحها المهم ففي وسائق كثير وكانت تفرجوا عليها تسلوا فيها بعد الحرب وكيف صارت هذه العملية كيف صارت هذه العملية كيف صارت هذه العملية كيف كان مسافته ونحنا بالاقتلاف كمان كمان عم تستعملنا المسافة الصفرية عندما تفتع على غرفة غرفة ويكتب الورقة فانش كيف نحنا نعرف ما هو يساوي ومين يصوت فنعطيه موبايل فوتو معه وصور الورقة تبعته وشو كتب يعطيه لأنه كله يصوت بيبيع صوق تصوت ومين نجح ينجح يعني شو هالمشكلة لما العاح يشتغل شئ الائتلافة السبب اذا بيعطوك ثلاث تلاف او خمس تلاف يعني حسب الصباق او الجربة اذا بيعطوك ثلاث تلاف او خمس تلاف تاخدهم يعني خمس تلاف دولار محرزين حق الصوت فقال الائتلافة يشغلته كمان مسافة صفر المسافة الصفر دلينا ماشيين على المسافة الصفر هلا الحرب اللي صارت يعني اتطورت انه المقاتل هاد المقاتل العميات اللي كانوا من زمان يطلعوا برات المدن ويطلعوا جيش لجيش يطلع يحملها للسيف ويطلع يتقتلوا هالي يهزم ياخد بلاد بلاد التاني هالي ينهزم يهربوا او يموتوا يتقتلوا هايك بعدين طلعت شغلة شو ايه الخيل اول شغلة طلعت الخيل اللي نحكي بقى على ادوات الانتقال وسرعة الحرب وبعدها طلعت الخيل اول ما تطلعوا الخيل الهيكسوس يعني الاشوريين واجوا على هزموا مصر بالشو بالعربات الخيل وبالخيل لانه ركبوا على حصنه سريع عالي يعمل عرباية وراه فالجنود الواقفين واقفون يقشون يمشي ما يهمهم ويطوقهم بسرعة يلف بسرعة تحركاته سريعة فكان تفوق نوعي من خلال بعدين صاروا يجيبوا شو اسمه المرحلة اللي بعدها صارت انه متل ما قالنا لكم صاروا يستخدمون منجنيقات ويستخدمون الشغلات البعيدة وبعدها تطورت الامور صار فيه صار فيه السلاح الناري البارود وصاروا بقى السلاح الأقوى الأبعد مدى يعني دبابة الألمانية تفوقت على الدبابة مثلا فرنسية لانه مدىها أبعد وأسرع مدى مدفع أبعد قبل ما تحسن انت تصيب نيم انا بصيبك يعني بيني وبينك مثلا اثنين كيلومتر الدبابة تضرب على ثلاثة كيلومتر انا بضربك قبل انت ما تحسن انا بالمدى المجدي فصار السلاح يتفوق شوي يتفوق بالمدى بعدين طالعوا الطيران وطالعوا الصواريخ وطالعوا كذا صارت الحرب من بعد صارت كبس ازرار كبس ازرار يعني انت اليوم تبتحارب وين على اللي داك اذا من عندك مثلا طيارة مسيارة وانت عادر تحكر فيها على الشاشة هون وهي راحت خمس تلاف كيلومتر قاعدين بشو اسمه بنيفادا وعام يصطادوا الناس بإفغادستان عرفتو كيف هكي صارت الحرب صارت الحرب عن بعد عن بعد كثير يعني وطيران وبعدين طلعوا شغلة الصواريخ الموجهة بعد ما عملوا حرب النجوم يعني طالعوا الأقمار الصناعية تبع الجي بي اس اللي هاللي عم استعملها وصاروا يوجهوا الطيران الهوك التوماهوك والصواريخ والكروز يوجهوا عن طريق الانترنت عن طريق الأقمار الصناعية صارت تنزل وين تنزل بي يعني بمسافة متر مترين مو أكتر يعني متذكر بحرب العراق بلشوا يستخدموا هذي القنابل الموجهة خاصة بالحرب التانية فصاروا يستخدموا هذي القنابل الموجهة شغلة كبيرة كتير قنابل موجهة قنابل زكية طلعت الحرب الزكية هاي الحرب الزكية وانه القنابل الموجهة معانا يدجوا هيك على ابو جنب تنقض الطيارة هيك على هدف نازل 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 تتطلع تنزل الصاروخ تبحها مشان يدل رايح بالزاوية نفسها واعدين هي تطلع تنقض وتطلع تكون طيارة هيك تغرب هونيك ليش لانه بيلف الصاروخ موجه بيلف هونه وطلعت بعدين الصواريخ اللي مضادة للطيران اللي بوجهوا من تحت بعدين صواريخ الدبابات الموجهة الى شريطة بتاخدها وبتجيبها هيك وهيك بتوجهها بعدين طلعت الموجهة عن طريق شوي عن طريق تحكم فيه هير الزك فمتى ما سددتوا لقطت الهدف بتدل متابع الهدف بتدل هو توجه الصاروخ يعني شغلة صارت الحرب كلها عم بعد كيف بدك تجيبه واذا انت سلاحك قصير المدى وعدوك بعيد المدى تأكل قتل على الفضل تدل تأكل قتل كل الحربية تصار بالجيوش العربية انه مدى سلاحهم اقل وطغطية جوئية ما فيه فشو صير انه يأكلوا وقتلوا وما يشوفوا الاسرائيلي انهم يشوفوا ولا يدروا ولا يأوسوا ما ما بيصلوا له ما بيصلوا له فصارت شغلة شغلة شوه انه كيف نجره نشتبك معه بالمدى المجدي هذا هو الاساس بفكرة المسافة الصفر طيب انت عندك بدك تجيب العدو وين منطقتك وين جبهتك بقلب المدنيين حفرت بالارض وقعدت بقلب المدنيين بدك تقاتل العدو بقلب المدنيين هون مشكلة كبيرة صارت انه بدي اقول لك عدو انت عم تستخدم دروع بشرية كيف بدي حاربك كذا انا سلاحي 300 متر و400 متر وكذا وانت سلاحك 5000 متر وكذا يعني في عندك اسلحة بعيدة في اسلحة 2000 كيلو 3000 كيلو شغلة كبيرة طيران وبدل يشوتك وطيارات هايدي طيارات حلوة طيارات ما بتصور يبقوا من الزمان يصححوا رمايات المدفعية يطالوا منطاط عالي اللي يشوفوا وينصاب وجه على اليمين وجه على اليسار 5 متر على اليسار 15 متر على اليمين يصبطوا رمايات المدفعية هلأ ما في بيطالع هايدي الطيارة الدرون الصغيرة طبعا الكاميرا وعلى اليمن فوق بيشوف هو الأحادي هو عم يطلق بتطلع هايك باع عادت هاي باع عادت هاي كذا بيسدد وهو يقعد على الأرض تحت بالجورة هو قاعد بالحفرة حاطط الهاوين بفتله هيك بعيره هيك هيك تأتي بالهدف يعني كمان الصور والإعلام وكذا صارت مهمة مشان شو يصير عن قرب متعود تصير شايف شو عم تشتغل ايه فبعدين نرجع لموضوع المدنيين والجبهات وقد بدك تقاتل انت بسلاح الفردي الخفيف يعني يعتبر سلاح بده مسافة صفر يعني مسافة صفر بيحقوا بين بين واحد وبين ميت متر تالي انه مشدي مسدس بيشتغل معك ايه اه ده السلاح المجدي اه ده هواي مسافة صفر بتزد عليه قملة ادوية بتزد عليه مدري شو بتطلق صاروك من هذا الصغير اللي بيبعك مسافة بسيطة بتطلق بالروسية بتعرفوا روسية 500 متر بس القاتل يعني على 300 متر بتصيبوا كذا 300 الاربي جي دوبوا 300 فزرتوا المهم هدولي مسافة صفر جابوها لشو بدون يجروا العدو لنقاط يشتبكوا معو فما لقوا غير المناطق المدنيين فكانت استراتيجية المسافة صفر هي جر الإسرائيلي الى بين المدنيين هوني شو صار صار بدك انت كاي مقاتل بدك محل تتخبى فيه بدك ناس يمدوك امداد امداد بالاكل وبالشرب وبالزخيرة وبالمدري شو الى خريفة بدك تعد مع المدنيين صارت الحرب يروح فيها ضحايا المدنيين المدنيين نفس الشي صار بالثورة السورية انه النظام يقصف بالبراميل يقصف بالطيران يقصف بالكذا السوار كيف بدون يشتبكوا معو فعملوا جبهات صار بدوا يقتحم الجبهات ما يحسن لهم يقرب للمسافة المجدية فشل ياخد طريق واحد يعني فشل النظام وإيران وميليشياته كلهم ياخدوا شي واحد فعندما دعوا سياسة شوى ضربولهم الامدادات تبعهم ماذا الامدادات تبعهم للبشر يعني اعتمدوا سياسة البراميل سياسة البراميل هجروا الناس بصفاء المقاتل لا في مين يطعم لا في مين يصغير لا في مين يخدمون لا في مين يسعفون لا في مين يطلع فكانت هيد السياسية نفس استخدموها بالإسرائيل نقولوا له دخل دخل مواد غذائية يقول لك شو بدي أخدهم أخدهم أكل شو رايكو ندخلهم زخيرة كمان ما أنا بدي حاربهم شلوم بدي حاربهم ثلاثين ألف مقاتل عم يقاتلوا شلوم بدي حاربهم ندول بدي أطعن لهم ساهل الامداد والزخيرة وكذا يعني كانوا يضربوا مثلا يضربوا فشلوا مثلا بأنه يكسروا ألمانيا اعتمدوا سياسة شو سياسة حرق المدن أول شي ألمانيا اعتمدت سياسة تحرق تحرق لندن فطالعت ألف طيارة تقصف بلندن بقنابل حارقة وعملت فيها عاصفة نارية كبيرة أحرقت قصب كبير من لندن وبعدين الإنجليزي استخدموها مع الألمان أول مدينة حرقوة بعتوا تسعمائة طيارة بقنابل قازي في حارقة على هامبورغ هامبورغ حرقوة حرق كلها عاصفة نارية بكل هامبورغ جهنم صارت وقت مدينة برلين شرحوا كمان يركزوا عليها قصف مدفعي وطيران همجي هائل بمدينة برلين من كل خمس بنايات خمس بيوت بقي واحد يعني دمر ثمانين بالمية من مدينة برلين دمرت عرفتو كي لحتى حسنوا يفوتوا لا ليه لأنه مسافة صفر ما فيهم يفوتوا مسافة صفر مسافة صفر النسوان صارت تحارب الأطفال صارت تحارب ما يحسنوا يفوتوا إلا ما يدمروا وآخر شيء أمريكا مشان تكسر اليابان وتخلص منها في شكل نهايي خبطتها بالزري قم لي على غازاكي قم لي على هيروشيما بالقنبلتين قتل يعني حوالي مئتين وخمسين ألف ونصاب بالإشعاع شيء نصف مليون وكذا فان استسلمت وإلا بدنا نفوتوا مسافة الصفر ما يحسنوا ما يحسنوا شغلي طبيعي كثير وصعب كثير وإلا آخرين فهي ده هلأ اللي عام يصير بغزة هو هات إنه دكت تدخل أكل ما بتطعميهم أنا خلي طلعوا المدنيين طعميهم بره المدنيين إذا طلعوا من بدوا يقدمون له دول ويعملون الأخرين ما بيطلعوا وبالتالي على الآن يعني يروح ضحايا كثير مدنيين لأنه المسافة صفر لأنه أنت تحت الأرض وتحت الصفر المسافة ليس صفر أقل من صفر يعني أنت تحت الأرض هو فوق الأرض أنت بدك مين يفوت لك أكل يفوت لك كذا يطعميك يبدري شو يزيب لك إنداد يجيب لك وهو شو قاعد فوق مرتاحا بعد تطلع له من محل بزيب لك وقم ليه بزيب لك وشغليه الحرب ألا هيك صارت ما عادت حرب يعني حرب صارت حرب عصابات حرب من تحت الأرض حرب من تحت الصفر صارت والإمدادات والكذا مقطوعة يعني مقطوعة بشكل كبير لأسبب عدم خروج المدنيين كلهم من الشمال يقتل حماس لأسبب ما بيحسنوا يطالعهم كلهم بدل قسم الناس على الأقل أخواته على الأقل كذا اللي عم يحارب يعني يعني يديروا بالهم عنه بدك أن تتحدث عن الإمداد تتحدث عن الإخلاق تتحدث عن تزغير تتحدث عن كذا وماذا تتحدث عن كيف يمكن أن تحماس صارت شهرين عندما تحارب لأسبب استراتيجية إسرائيل كانت بإطالة تأمد الحرب لأول مرة كل عمراء هي تأسر أمد الحرب تعمل له التفاف تحصار كذا إلى آخرين توقف الحرب خمسة أيام أربعة أيام ست أيام ثلاثة أيام أربعة أيام إلا هذه قرروا سياسة إطالة أمد الحرب لماذا؟ لأنهم يستنون ليخلصوا زخيرة ليخلصوا زخيرة ويخلصوا ويخلصوا بإمدادات حتى لا يصفوا لديهم شيء نهائي وهذا استراتيجية فهلا صرروا شهرين وللسا بدهم شهرين هكذا يقولون لحتى يستنزفوا كل شيء عنده قدرات عسكرية لأنهم يجيب زخيرة أطلق الطلقة فضل المغزن وين مصانع الزخيرة وين الصواريخ مين يصنع لأنهم فوق الأرض وصنع ومد وبالتالي نحن يخسر لأنه لأن الحجم العدد يضعون نص مليون وراهم ومداد والآخرين وفريقنا معهم عتلين هل كم واحد يطعموه مية شرب أكل أدوية كيف يصمد ومع ذلك عما يقتلوا فالناس الذين تبني أحلام هزموه هزموه مستحيل إسرائيلي مستحيل هذه الظروف صعب جدا لأن المقاتلين يهزموا جيش إمداد وطيران وجسور جوية ومدري وكذا وانت قاعد تحت الأرض وشعبك عم يصرخ عم يعاني شافي ما فيه دواء ما فيه وبالتالي المعركة المعركة الحالية فريق العمل نشجعه مسافة صفر عرفته كيف يعني سيخسر المعركة ليش ما فيه أمم ما فيه أمل من ناحية إلا إذا بقى المجتمع الدولي يوقف الحرب صار فيه تطورات دخلت مثلا لبنان دخلت مثلا إيران دخلت مثلا بشار أسد فاد أردوغان ركبها الطيارة وراح نزل نزل على المسافة صفري حارب يعني هيك بدي يصير ما غير هيكة يعني هذا الحكي كلهم جمهور قاعد عم يزقفوا يعملوا واحد يقول لي خزموهن دمروا الدبابات مجزر الدبابات مجزرة كذا الغزة انتصرت انتصرت بال يعني نوعيا نوعية 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 المقاتل بس ما انتصرت بالحرب نوعية المقاتل أكيد أشجع وأكيد عم يقاتل من قلبه وأكيد يعني يتقدم بطولة بس هذا لا يعني انه لعبة حلوة لعب لعبة حلوة وحط قول حلو بس بس أكلها بركلات الجزاء مثل والحصار قطع الامدادات تهجير المدنيين تدمير اللي شو اسمه هذا في النهاية سينعكس على الجيش المقاتل ويخلي يتفكك أول شيء لمجموعات انهم اطعوا أوصالهم وبعدين يعني تصير حمليات انتحارية فقط يعني ما عاد في شيء أكثر من هيك فهلأ هذه حبينا نقلكون ياه على المسافة الصفر والنتيجة الصفر هذا المليع مفروض يجي مساعدات مكتوب عليه غير مغصص للبيع بقى مشترناها 40 شكل الكيلو اللي كانت زمان رطل ب 2 شكل شوفونا يا عرب الكيلو 40 شكل وإحنا معناش ناكل إحنا إنفلسين شوفونا حلز هالقصة يعني معنويا قاتلنا ونحن أثبتنا أننا مقارب وأحيانا كتير بيكون أنه بس القتال من أجل القتال لأنه أنا أنت لك تفرض علي أني أنا أسكت ما لا أسكت شو بيطلع بيدي بضربك كيف بتصير أحيانا كتير الشعوب تعملها بيبقى ما في أي أمل بالنصر ناحية الاستراتيجية والعسكرية لكن أنا بدي حارب حتى ما يقولوا أنهم أنه أخذت سلمان مثل يوم طلع يوسف العظمي أو قاوم غوره بايش طلع ما فيش جيش محلول كان يوم مثل طلع بمقاتلين متطوعين طلعوا على يوم يسالون صارت خيانين المهم راح استشهد زلمي ليش استشهد ودفنوا هونيك ليقولوا ما فاتت غوره باتفاق مع الشعب السوري فاتت بالقوة وإلا هاي كان أنه أنت أخذتوا وأخذتوا بالقوة يلا عينهم الناس اللي محاصرين أنا بعرف تماما كيف كانت الناس تقاطل عندنا بسوريا كيف كانت الأداخل أحسن ولا ما أحسن ولا إلا وقاتلوا جابوا الروسي جابوا الروسي وبلش ضرب القصف الجوي ده قصف هائل شوه حتى يطالع كل المدنيين فالناس شو بدي ترك مرت أولاده وتطلع على تركيا لحالة طلع معهم هذا اللي صار كسروا ظهرهم بالمدنيين يقول لك هدا كيف تخدمت المدنيين دروع بشري هاي الحرب فلازم يصير فيه قوانين جديدة للحرب أول شيء يصير فيها إعلامي كل مجموعة مقاتلة فيها إعلامي ويصير فيه قوانين للحرب إنه إذا فيه مسافة قديش المسافة فأنت بدك تحارب إذا حاربت من مسافة بعيدة عن المدنيين كذا بنطبع عليه قانون كذا إذا حاربت داخل المناطق المدنية إلى قوانين جديدة إنه كيف أنا بدي حاربك وإحمي المدنيين قل لي كيف بديك تحمي المدنيين وعم يتقاتلوا الأمريكان والإسرائيليين تعالى شوف كيف بدي أنا قاتل ومصيب المدني ما المدني قاعد فوقه لهذاك وعم يعطيه أكل وشرب ومدرشو كذا كيف أنا بدي حارب طلع يا مدني بقول لك تهجير طيب عطينا أكل وطبابة وكذا إيه بيأخذ المقاتل طيب شو بدي أعمال حلا عم تقاتلوا منيح يعني بصيروا ما بصيروا جرائم ضد الإنسانية الحرب كل عمره جرائم كل عمره جرائم وكل عمره يدبحوا بها المدنيين يعني 60 مليون قتلوا في الحرب العالمية التاجي طبعا مو كلهم مقاتلين يعني أقل من ربع المقاتلين والباقي مدنيين واستخدمت الهمجية بأبشع صورة بأبشع صورة الإعدامات الجماعية التجويع حتى الموت الحصار القصف الحرق قنابل حارقة القنابل الزرية كل أنواع الأسلحة استخدمتها كل أنواع الجرائم مثل حرب هيك حرب جرائم حرب جريمي قتل تدمير ولأخير لكن أحيانا بتكون ضرورية من شان الكرامي فالكرامي هلأ لا نهاية بس المسافة صفر والنتيجة صفر يتبع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر